اسمحيلي ابتدي معاكي هو احنا من امتى اتحطت الست دايما في كدر البيت والطبيخ والعيال هل تاريخيا ده ليه قصة؟ اه طبعا لانه حتى مش في مصر بس يعني احنا بنتكلم عن البشرية عمومة الستة عمومة البشرية قسمت الادوار بين الرجال والنساء لان المجتمع بيقوم على الجنسين طيب هو عشان يكمل يستمر كل المجتمعات هدفها البقاء مش كده لانها تعلم انه البنقات مين هم اللي بيموتوا لان المجتمع يعيش فعشان يعيش عمل نظام الزواج طب نظام الزواج اللي بيجاوز فيه الاتنين دول راح مقسم فيه الادوار تقسيمة خادعة وضحك على نفسه فقال للرجال الاعمال العضلية هو الاستاد ده ايام طبعا الصيد انا انا اعزة افهم فكرة ان احنا ازاي وصلنا ان احنا بس بنشتغل بنطبخ ونخلف ايوه هو كان يستود او يشتغل في الحقل طب والمرأة عشان هي كائن ضعيف وهي فيسيولوجيا اقل ويفضل يقول تبريرات اسبت الطب فيما بعد عكسه فراح ايه خلاص للمرأة داخل الجدران الخدمة والرعاية المنزلية والتفوق داخل الجدران يعني الشطارة تبقى في المطبخ الشطارة في رعاية الابناء وهكذا اما الرجال فلهم هذا العالم المفتوح الواسع مع الزمن بدأت فكرة المهن ما تبقاش وكمان على فكرة ما لاش وجود فيها لا وفيه خديع لانه لما دراسات الانثروبولوجي الاجتماعي بقت تروح باحثة مشهورة قوي تروح للقبائل تقول يا طرى تقسيم الادوار هو نفس التقسيم اللي في مجتمعاتنا كلها فاكتشفت مثلا في قبيلة مشهورة راحت تزورهم كده ساعة المغربية لقيت الرجالة بس مصرحين شعرهم وعاديين يعتنوا بالاطفال وبيسخخانوا مية عشان الستات راحوا يصطادوا الستات هلها تصطاد وتجيب الصيد يعني تجيب الغزال أسيا أوروبا أفريقيا فين كانت في أسيا وأفريقيا بتحب هي تروح القرى القبائل البعيدة عن العين واكتشفت خديعة تقسيم الادوار قالت لهم ايه فين النساء لولا بيصطادوا والرجالة يتسموا بالهدوء وقاعدين برقة ما فيهمش اتباع اللي احنا متخيلين الرجل اللي يقتحموا الرجل ان ربي بقى احنا الحالة عند الرجال فقالت لهم طيب النساء بص كده لقيت ستات دخلين من كورنر كده في القرية وحلقين شعرهم ولبسين لبس هي بس اللي ده صح ولا ده صح لأ انا مش بكلم على الصح انا بقول ايه انهم نقدر لما اكتشفت مارجرت ميد الحدوتة دي قالت لهم الله امال اللي عندنا في امريكا ليه تقسيم الادوار للرجال لأوا لحظت كمان ان النساء اما دخلوا القرية داعبوا الاطفال برقة وقالوا فلانا مش هتروح معانا بكرة لانها حامل ومش هنمشي من الطريق ده لان فيه اثار نمر وهم بيروح يصطادوا الغزال والارنب وكده ورجال قاموا يطبخوا من غير ما يحصل اي مشكلة لو بدأت النساء اللي رجعوا يقعدوا في حلقات ويدخنوا ويتفقوا على خطة بكرة للصيد فقالت اذا تقسيم الادوار ليس تقسيما الهيا يعني ده تقسيم ممكن كل واحدة حسب المجتمع ما هو عايز فلكن غرأت البشرية في التقسيم الخادع يعني مثلا ما روحنا بعد كده نشوف لكلية الطب هل النساء اكثر ضعفا فيسيولوجيا وبيولوجيا من الرجال قالوا ابدا لانها معدة للحمل والانجاب فلازم تبقى اقوى اجهزتها لازم تبقى اقوى فاذا بدأ يعتري رغم ان اللي تورط في الكلام ده مش المجتمعات بس دي المجتمعات وكمان علم النفس وعلم الاجتماع كله وقع في مطب للرجال للرجال لحاجات اقوى من الستان لدرجة انه علم النفس مثلا فيه واحد مشهور كل الناس عرفها اسمه فرايد طبعا بيقول المرأة رجل ناقص ما قالش المرأة كائن مختلف قال رجل ناقص يعني ايه يعني انت بتحط هنا مكانة اعلى ومكانة ادنى فالنساء في هذه الاجواء يتم تربيتها منذ ان تكتشفي انها بنت من اول ما تنزل من بطن وتصدق الاكذوبة دي وتروح المجتمع حادف للبنت دي خد الادوار دي عشان تتربي عليها ترجمة نانسي قنقر